موسيقى مساء الخير مشاهدين اهلا بكم في النشرة الجوية الخاصة لهذه الليلة ولصابحات الغد يستمر الاستقرار الجوي على جل المناطق الشمالية للوطن اجواء مستقرة ودرجة حرارة ايضا مستقرة خاصة هذه الليلة تبقى مستقرة بالمناطق الداخلية الوطن ست درجات ترتفع نوعا ما بالمرتفعات الغربية والمرتفعات الوسطى اربع درجات نسجلها بالمرتفعات بهضب العليا الشرقية قسندينة طيف قلمة ميلة بسا نفس المقياس بالمناطق الصحراوية بجانات ومرتفعات الهوكار والتاسيلية تسع درجات تسجل بكل من السواحل الغربية حتى السواحل الشرقية للوطن 11 درجات نسجلها بالجزا العاصمة بويرا بومرداس تيزي وزو ست درجات المقياس سيسجل بكل من جلفة المسيدة الأغوات غرداية وحتى منطقة البي أو الوادي وورغلا إلى غاية عينة من ناس كلها سنسجل فيها نفس المقياس ووسط إليزي أيضا 9 درجات سنسجل هذه المقياس بكل من منطقة ثمن راس حتى منطقة السورة بشار واتيندوفة من درجات بمنطقة البيض وأنعمة 13 درجة إلى 12 درجة بوسط صحراء أدار عين صالح تيميمون برج باجي مختار وحتى بعنقزة بالنسبة لحالة تقسل صباحة الغد بحول الله وضعية جوية صافية الصحة ومشمسة السماء الصافية على جل المناطق الشمالية للوطن حتى إلى غاية المناطق بشمال الصحراء المرتفعة الصحراوية أقصى الجنوب أيضا بعد السحب الكثيفة تبقى تتمركز بوسط الصحراء بمنطقة عين صالح بالتحديد وحتى ببعض المناطق بأضرار وتيميمون بالنسبة لضهيرة إن شاء الله ضهيرة الغد درجة الحرارة الدنيا أيضا مستقرة في المعدل الفصلي على جل المناطق أو جل ربوع الوطن حسنسجل 21 درجة بكل من تسمثيل تتيار تغليزا عند الدفلة وأشلف أيضا البوليدة المدية وبومردس قسنتين نصطيف قال ما وأيضا تعرف عنها بس كذا قال جيج الواب بجاية السواحل الوسطى نفس المقياس أما وهنا نتلمسان وعينتي مش انتدي بالعباس سنسجل فيهم 24 درجة نفس المقياس البيض وأنعام منطقة تين دوف منطقة غردايا الوادي وورقلة الجلفة المسي للأغواط منطقة الأوراس وحتى وسط إليزي كلها 24 إلى 23 درجة في حين عينة من ناس واجانات مرتفعة الهوغر والتاسي ليوتا من ناس سنسجل فيهم ما بين 23 إلى 22 درجة باقي المناطق الصحراوية تبقى أو تبقى بين 27 إلى 28 درجة بكل من الصورة وسط الصحراء وحتى بيئة المناطق بأقصى الجنوب الملحة سيد البحر مشاهدين البحر بحول الله إن شاء الله يبقى هدئ على طول الشريط الساحل بفعل الرياح التي لن تتجاوذ 20 كيلو متر في ساعة الخطوة كالعادة بالمعلومات الفلكية الخاصة بالجزة العاصمة ضواحية أسبوع 45 دقيقة يكون الشروق في حين الخامسة 31 دقيقة يكون الغروب لتفاصيل معلومات أكثر تابعونا على الموقع الإلكترون الرسمي يظهر أمامكم أسفل الشاشة أشكركم على حزن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر